من نجوم اللي تقلقوا السنة دي كمان فنان كبير جدا مبدع فنان مبدع بين الندوج والعمق وهو ايقونة النجاح واصبح اسمه هو معناها نفيه حنشوف مسلسل مهم مسلسل مختلف ومسلسل فيه ابداع وفيه فكرة النجم طارق لطفي اللي بيقدم طبعا عمل متميز جدا في مسلسل جزيرة غمام الحقيقة المسلسل متميز عالم سحري بديع مليان طبعا تفاصيل كثيرة جدا مليان عمق مليان رمزية مليان اشياء شعرية وكمان التصوير رائع القسط مختار بعناية الحالة كلها الحقيقة فيها ابداع من نوع جديد وانا دايما لما بلاقي اسم طارق لطفي موجود على عمل اعرف ان العمل ده لابد احطه في لستة المشاهدة الفنان والنجم طارق لطفي مساء الخير والف مبروك ربنا يخلي حضرتك مرسي جدا جدا عن مقدمة الهيلة دي يعني انت تستهلها واكتر اكيد بس ناوي تعمل فينا ايه بقى السناد يعني بطرح البحر لا يعني كثير جدا الاحداث لسه ما اتدتش طبعا كل ده يعني بداية الانترو يعني بتاع المسلسل ان شاء الله اللي جاي يعني هتشوفوا حاجات كبيرة جدا الحقيقة عبد الرحيم كاتب مسلسل رائع وكاتب خيال ما حصلش وكل ممثلين ما حصلوش لحقيقة بجد يعني انا مستمتع بالعمل معاهم وبمخرج رائع زي حسين المنباوي رائع رائع زي اسلام لا يعني ديكور كمان عباس عامل ديكور ما حصلش لا فيه حالة الصورة فيها حالة ابداعية راقية يعني حتى المشهد وانت بتحط بقى بتعيش في عالم السحر وبتحط على عينيك مشهد الحلق امبارح اعتقد مشهد الختام قد ايه المشهد ده بياخدني انه يعني انت مدهش طارق لطف يعني انت تاخدنا من الجماعة او من الداعش او القعدة وبقى انت نقلنا ليه الغجر ويعني من عالم لعالم يعني انت بتقدر تخش هذه العوالم ازاي يعني كل عالم الحقيقي لتفاصيل يعني بس يعني الحمد لله والواحد بيحب اللي هو بيعمله فبيشتغل على نفسه بس على قد ما يقدر يعني لكن لا هو كرم كبير من ربنا في الاول يعني بس انه بيجيب لي حاجات مختلفة يعني المسلسل ده كمان اه طبعا والمسلسل ده تحديدا صعب لان انت مش بتعمل مجرد دور من الغجر لكن الغجر دول حيطلع وراهم قصص وحكاية ومسلسل عمل زي ايه الطبقات يعني المشاهد يعني يبص ما بين الطبقات وكل واحد يفهم اللي عايز يفهمه يعني فيه طبقات كده في المسلسل وطبعا عبد الرحيم كمان لما يكتب والمنباوي لما يخرج يعني لازم ننتبه او احنا شايفين المشهد اللي بقولك عليه ده على الشاشة دلوقتي بس انا بسألك على تحضير الشخصية لانه عالم الغجر ده اتعمل في حاجات كتير بس انا شايفه انت بتقدمه بطريقة تانية مختلفة تماما يعني الحمد لله طبعا احنا الحقيقة الشركة وفرت لنا كمان باحث وستاذ في الجهة كلمنا كتير قوي وكلمني كتير قوي عن العالم ده والغجر ومصطلحتهم واجبنا ريفرنسز كتير جدا للصور بتاعتهم وحاجات كده ولكن في الاخر احنا خلقنا العالم اللي احنا حابين نعمله بناءنا على ورق عبد الرحيم كمان طبعا فاعدنا كتير قوي على الشخصية دي انا وحسين المنباوي الحقيقة واخترنا لبساها بالشكل ده علشان يتوفوا وسطهم اخترنا شكل شعره كده شنبه كده يعني اخترنا كل اللوجة على الشخصية بتفاصيل وقضيين كل حاجة يعني قضيين شعره يبقى لقدام لسبب قضيين شنبه يبقى مبروم لسبب يعني علشان نفس الكاركتر نفسه انت تلخبطي فيه هو ده ولا ده يعني فاهماني سمات كده من كل شخصية هو جواه لانه هو متلون ومتحول طبعا وبعدين انا شايف انه ادائك يعني حتى الان ضاحك ومبتسم يعني حتى يعني فيه كده يعني الضحك والابتسام اللي هو يعني لسه الجاي الجاي لسه بيسخن يعني طيب علاقة مسألة بقى انت بتدرب ارود عملت تدريب الارود ده ازاي افضل هو يعني زمان كانوا بيعملوا يعني حاجات كتير قوي ناسا نيس نار رقص غنى حاجات كتير قوي هو زعمهم فهو بيعرف يعمل كل الحاجات ادنية حال الحقيقة كمان بحقيك على المشهد اللي كان ما بينك وما بين رياض الخولي وميع الزدين طبعا بنعقيها يعني الحقيقة مشهد الحوار مكتوب بطريقة عامل زي لعبة البينج بونجي يعني الحوار كان كله يعني هات وخد بطريقة غير طبعية يعني فاحنا مستمتعين بالأداء وبالحوار ومش ححرق طبعا يعني احنا حنروح لفين انا شخصيا مش عارفة بس اكيد ان شاء الله مع نهاية العمل ده يكون لنا كده يعني نعود كده على الهادي وترجع بقى من عالم الغجر ده ونعود قاعدة هادية كده ونشوف الحكاية راحت فين وازاي خلاص انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق واحنا بنتابعك كل يوم وبنتابع هذا العمل الجميل الفنان الكبير طرق لطفي بشكرك شكرا جزيلا